الحاكم الذي أصبح لقلقا حكاية من التراث القديم كان يا مكان في قديم الزمان وقبل مئات السنين كانت تشقند أغنى مدينة في العالم تجمعت في هذه المدينة جميع كنوز العالم ودون شك كان حاكم تشقند أغنى رجل في العالم زيدي 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 ما الأمر؟ منصول ألا يوجد عندك شيء يثير إعجابي؟ في الحقيقة هناك شخص يريد أن يريك شيء مدهش ماذا؟ أخضره إلى هنا حالا أنا هنا اسمي قاشنول يا سيدي أرجوك أنظر إلى هذه إنها مدهشة ها؟ هذه ليست سوى علبة صغيرة نعم نعم ولكن داخل هذه العلبة يوجد مسحوق أسود قدر على تحويل أي إنسان إلى حيوان يا سيدي ها؟ إذن باستعمال هذا المسحوق بإمكان الإنسان الذي يتحول إلى حيوان أن يظهم ما تقوله الحيوانات أليس كذلك؟ نعم عليك أن تقوم بشمي هذا المسحوق وتقول متنبول وإذا أردت أن تعود كما كنت انتج إلى الشرق وانحني ثلاث مرات وقل متنبول ها؟ هذا مدهش سوف أشتريها طبعا يا سيدي ولكن بشرط أن تفعل ما أقول نعم ها؟ عندما تتحول إلى حيوان لا تضحك لأنك إذا ضحكت ستنسى كلمة السر وتبقى حيوانا ها فهم سأنفذ ما تقول ولن أضحك قرر الحاكم أن يجرب مفعول المسحوق في ذلك المكان والزمان مع تابعه منصور انظر هناك اوه طائر نقلق شيدي لا بد أن لدى هذين الطائرين حديثا مثيرا نعم شيدي حسنا لنتحول إلى لقالق متابع هوه blamed اوه هذا مسحوق رائع أصبحت الأقلقا بالفعل رائع اوه أرجل طويلة هل تتعش هذا التفتع لذيذ أحبك كثيرا ولكن أريد أن أحافظ على رشاقتي لأنني أتعلم رقصات البالك شهر جميلة جدا هم؟ ضحفتنا يا إلهي ماذا نفعل؟ لقد نسينا إذا لم تخني ذاكرتي كان الاتجاه إلى الغرب كان لا إلى الشرق لقد نسيت وحاولا أن يتذكرا كلمة السر ولكن لا فائدة وهكذا أصبحا عجزين على الرجوع إلى الصورة الحقيقية وفي أحد الأيام يحيى الحاكم الجديد يقولون الحاكم أوه يا لهم المصير المحزن لم يكن هناك سبيل للرجوع إلى صورتهم الحقيقية وهكذا غادر المدينة وبدأ في رحلة لا يعرفان إلى أين ستقودهما وبعد بضعة أشهر وفي ليلة مقمرة وصلا إلى قلعة مخيفة ما هذا الصوت؟ إنه بكاء حزين لمن يا ترى؟ إنها بومة أيتها البومة نحن متأسفان لإفزاعك نحن لقلقان مسافران سأل الحاكم البومة بكل لطف أخبريني يا بومة لماذا أنت حزينة هكذا؟ أرجوك أخبريني عن كل شيء أنا لوثر أميرة الهند رفضت أن أتزوج من قاشنال المحتال فحولني إلى بومة كما ترى قاشنال؟ إنه نفس المحتال الذي حولنا إلى الأقلقان ما أغرب القدر؟ هذه هي قلعة قاشنال وسيقيم قاشنال هذه الليلة حفلة عشاء فاخرة من المحتمل أن يذكر كلمة السر التي نسيت معها أرجوك أخذينا إلى هناك أرجوك حاضر سأخذكما إلى هناك ولكن بشرط شرط؟ أي شرط؟ تكلمي هيا الشرط هو أن يتزوجني واحد منكما وهكذا سيزول تأثير قاشنال علي حالاً أنا لا أتزوج ولا أنا تعال لحظة وتناقشا فيما بينهما ليقرر من سيتزوج الأميرة هل وصلتما إلى قرار؟ طبعاً طبعاً نحن الأثنان نرغب بالزواج منك ولكن نعم لكني قررت أن أنسحب لصالح سيدي ليتزوجك طبعاً وهكذا أرشدتهم البومة إلى طريق القاعة السرية حيث قاشنال والأشرار قاشنال ثم تعول الأثنان إلى الأقلقين لا أمل لهما في معرفة السر عبداً عبداً ولكن إذا بطل التأثير سنكون في مأزق كبير لأننا سنتحول إلى الأقلق لا أريد أن أتحول إلى الأقلق لا تقلق لا تقلق من المستحيل أن يتذكروا كلمة السر ما هو السر أخبرني ها ما هو يجب عليهم أن يتجهوا إلى الشرق وينحنوا ثلاث مرات ويقولوا متابول تذكرتها متابول متابول لا تقلقго لا تتكلموا لا تتكلموا لا تتكلموا لن تفلتوا مني أبداً ستموتون لا تتكلموا هل تظنون بأنني سأترككم تهرمون؟ أي شرق؟ أي شرق؟ أي شرق؟ لم تستطيعوا العرب أبداً لن تفلتوا مني لن تفلتوا أبداً لقد أصبح الإثنان في موقف صعب سأقتلكم واحدة والآخر في تلك اللحظة كانت الشمس تشرق بأشعاتها على الداخل أي شرق؟ أبداً أبداً الحمد لله عدنا بشرا نعم سيدي ها البومة أين هي شكرا لك يا عزيزي شكرا جزيلا شكرا ها مانا هل نسيتم البومة إنها أنا بهر قلب الحاكم من جمالها الفائق أنت منصول لقد قررت أن أتزوج هذه الفتاة ما رأيك وهكذا عاد الحاكم إلى مملكته وبصحبته زوجة جميلة